دكتور إحسان الشماري خليني أستطلع رأيك وتحليلك وتفسيرك لحالة أن هناك داخل اللجنة المالية عدد لا بأس به إذا أجاد التعبير بالصقور الذين تمردوا على الزعامات وتمردوا على القوى تحت عنوان مستقلين أنت تعرفهم وأنا أعرفهم هل نحن أمام نمط أو جيل سياسي جديد سيطلق أو بدأ بإطلاق الرحمة أو سحب إقسام على ما تبقى من التوافقات السياسية وسيحرج الجميع مع احترامي لتوجهات بعض النواب ما يسمى بالمستقلين لكن أستاذ نجم سؤالك بيتفاؤل كبير جدا وقد لا أمضي معه هذا التفاؤل أتفهم طبيعة توجهاتك طرحك لهذا السؤال لكن طبعا وما يخدم البلد نتيجة وجود هذا التوجه لكن حقيقة الأمور لم تصل إلى هذه المرحلة من قبل ما يعرف بالنواب المستقلين أن يكون هناك انقلاب كامل على الزعامات السياسية أو على النهج حتى على النهج حتى أنا لا أقول كامل فلذلك والله يعني هي خطوات لكنها قد تكون مرتبطة إلى حد ما بمناكفات سياسية ماكو مستقلين يعني أنا وصلت إلى قناعة ماكو مستقلين حتى يعني في ضوء اعتراف عدد من النواب قال أحد النواب المستقلين قال يا بأحنا ستين واحد ثلاثين من عدنا بالإطار التنسيقي وأكو قسم يعني مع القوى الكردستانية وقسم مع القوى السونية ألغي من السؤال كلمة المستقلين أقول النواب الذين عارضوا توجهات الحكومة على النصوص الدستورية التي أرادت أن تمليها عليهم نتيجة الوثيقة الحكومية وانقلبوا عليها هذا بهذا الشكل أخلي أقول كلهم حزمين بالنهاية هي خطوة صحيحة يعني أن تكون هناك اعتراضات انقلاب على العرف على الاتفاقات السياسية وهذا شيء جيد يعني لو لا هذا الجدل السياسي الذي حدث يعني أو التمرد مثلما اتفقنا أنا وأنت أستاذ نجم على مصطلحه لما اطلعنا على بعض الفقرات التي يمكن أن تكون هدرا للمال العام يعني جزء من منصات الإطارة وحتى قيادات الإطار يعني ما أقول زعامات قيادات مستوى الثاني تحدثوا على أن هناك فقرات تدفع باتجاه هدر المال العام وأن لا بد من التحقيق معها هذا شيء جيد يعني لكن هل سيستمر يعني أنا أخشى أن هذه الأصوات قد تتراجع نتيجة صفقة سياسية أو نتيجة استرضاء وبالتالي نحبط من جديد لكن بالنهاية هي خطوة جيدة كشفت لنا أن الاتفاقات السياسية فوق المصطح العليا للبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر